الوردة الجميلة يا وردة الجميلة، يا وردة الجميلة، سأسقيك ماء كثير لأننا سنذهب لنزور جدتي في الجبل ومن المحتمل أن أتأخر عليك، فجدتي مريضة وأمي ستهتم بها أحضر هادي الجرة وملأها بالماء وأغضق به عليها صرخت الوردة تمحل يا هادي، فالماء الكثير لا ينفعني، عليك أن تقتصد، فالقليل منه يكفيني أنا أخشع عليك من العطش يا وردة الجميلة، فغيابي سيطول وأنت لا تحتملين ذلك لا تغف، سأهتم بنفسي جيدا، أبلغ تحياتي لجدتك أراك بخير يا وردة الصغيرة، أراك بخير يا هادي ترك هادي وردته النظرة، واتجه مع أمه نحو الجبل هناك التقى بجدته المريضة، وباله مشغول بوردته الجميلة مر أسبوع على غياب هادي، وعندما عاد، كانت المفاجأة أين وردتي؟ أين أنت يا وردة الحبيبة؟ من أنت؟ أنا لا أعرفك ألا وردتك؟ ألا وردتك جورية؟ أنت لست جورية، أنت لست جورية لماذا تجلسين مكانها؟ أنا جورية، وردتك الذابلة ولكن لمصرت هكذا ذابلة حزينة؟ وما هذه الأشواك حولك؟ آه، لقد أسأت إليك سامحيني، كان علي أن أصطحبك معي في زيارتي لجدتي أعتذر إليك سارع هادي، وملأ الجرة بالماء، وثقى جورية فانتعشت، وتحركت بتلاتها لا تحسن يا هادي، لقد كنت أعلم ما سيحل بي فالحر شديد وأنا لست حزينة فأنا أتقرب إلى الله تعالى في عطشي وأواسي عطش الإمام الحسين عليه السلام ونسائه وأهل بيته عليهم السلام أولسنا في محرم؟ وهذه أيام حزن وكنت أعلم أنك ستهتم بي وتسقيني بالماء ولكنني أحببت أن أواسي أطفال الإمام الحسين عليه السلام آجرك الله يا جورية ولكن هذه الأشواك يا جورية تؤذيك كيف تحملتها علي أن أنزعها لما تبكين يا صغيرتي؟ لقد تذكرت أطفال الإمام الحسين يوم عشوراء وتذكرت كيف قام الإمام عليه السلام بنسع الأشواك من محيط الخيم لأنه كان خائفا على أطفاله من الأذية بكت جورية وبكى هادي معها السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر